قصر الملك غازي وموقع مملكة نيبور في محافظة القادسية صرحان أثريان سيحيان يشكوان الإهمال الحكومية والتقصير كما هو الحال بالنسبة لمعظم المواقع الأثرية التي تغص بها هذه المحافظة قصر الملك غازي فهو بالحقيقة يمثل مثابة دار استراحة للملك وهذا طبعا يأتي من الحنكة الإدارية للملك غازي الذي عرف أن الديوانية تتميز بكثرة العشائر وبالتالي إذا ما تم السيطرة على هذه العشائر أو التنسيق مع هذه العشائر فإنه يمنحه شبه السلطة مطلقة في هذا المجال مديرة تنفر الأثرية اكتسبت أهميتها كونها العاصمة الدينية للعراق القديمة دائرة الأثار في القدسية بررت التقصير برعاية المواقع الأثرية بنقص التمويل اللازم لعمليات التنقيب والترميم التي تحتاجه لكوادر مؤهلة تنقيب المواقع يحتاج إلى مبالغ طائلة إلى بحثات أجنبية متخصصة وعراقية حيث غير ممكن أن تنقب المواقع بشكل عشوائي مسؤول محافظة القدسية لا ينفون التقصير بالرعاية واستثمار الأثر لكنهم يلقون الكثير من المسؤولية على دائرة الأثار في القدسية وعلى الجهات الوزارية المعنية في بغداد التي لم تستجب لطلباتهم ومقترحاتهم اللجنة التي طلبنا بتشكيلها من هيئة الاستثمار بالإضافة إلى مديرية الآثار والمحافظة لغرض وضع آلية لتأهيل موقعين أو استثمارهم وللأسف الشديد لم ترى النور لأسباب أن مدير الآثار الديوانية لم يكن مهتمًا بهذا الموضوع وتحتوي محافظة القدسية على نحو خمسمائة موقع ومعلم أثري غير أن هذه المواقع ما زالت جاثية على هياكلها المتآكلة تنتظر من يعيدها إلى ما كانت عليه قبل قرون لتكون الرافدة الاقتصادية والوجهة السياحية للعراق